الكرة بتتغير ودي حاجة بدأت تكون واضحة من اول ما بدأ تدخلات الفار على الكورة والزمن هو الشيء الوحيد اللي بيبدأ يثبت لنا هو التدخلات والحاجات الزيادة اللي بيبدأوا يحطوها على الكورة هي شيء بيضيف للكورة ولا بياخد منها عملنا حلقة على السوبل ليج وعلى كل تفاصيل وايه اللي كان الشلة بتاعت السوبل ليج عايز تعمله وايه اللي اللي ويف عايز تعمله واللينك بتاع الحلقة ده هي موجود في ولكن دلوقتي دي حلقة هقول لكم فيها عن رأي في الموضوع وعن شوية تفاصيل كده وشوية حسابات آآ كنت عايز اشاركها معاكو لان في حاجات كتيرة ايه وفي صراحة مش منطقية وعندي كمان رأي يا ترى السوبر ليج ده هيتنفذ ولا لا. اتمنى لو عجبتكم الحلقة تشتركوا في القناة وتعملوا لعيك على الحلقة وإلا بينا ندخلوا في التفاصيل موضوع السوبر ليج والدنيا مقلوبة في عالم كورة دلوقتي الاثناشر نادي الكبار دول معهم التلاتة اللي لسه رفضين لغاية دلوقتي الاثناشر نادي دول اللي هم من ستة بتو عانجلترا الكبار مع هم آآ تلاتة من اسبانيا على تلاتة من ايطاليا وللسه ناقص باير مينيخ ودورتموند وبي اجي الانداية دي كل هي عايزها هي فلوس فلوسه بس مفيش اي حاجة ثانية بيفكروا فيها فالنهاردة لو جي لاتحد الولوبي قال لهم هديكم مية وخمسين مليون كل سنة في جيبكو كده بدون اي حاجة غير ما تعملوا اي حاجة كل الناس دي هتنساحب وتبدأ دولك اشتري نفسي بدأ من المشاكل وكل الكلام ده فهم كل اللي بيفكروا فيها فلوس لان هم الكورونا هو كان دايما عندهم ازمات في الفلوس فهم فلوسهم عايزين يكتروها اكتر واكتر وبصراحة من وجهة نظر هناك هي منطقية يعني انت لو مكانهم هتفكر نفس التفكير فهي مفيهاش مشكلة انت كان مششجع بتفكر بطريقة مختلفة لان انت مش في مكانهم تماما بكل سهولة وتعالوا مبساطها دلوقتي الاندهي عايزة فلوس والفلوس عن طريق بعيدا عبدو راتم الحالية بتيجي عن طرق حاجات كتير جدا ولكن اكتر حاجتين مهمين جدا هما عاملين العامل الاولاني وهو الجمهور والتيكت ساعة الجمهور تاني عامل هو حقوق البس اللي بتيجي من التلفزيون. ايه الحاجة لتعدي الفلوس وتخلي فلوس اكتر مع العاملين دول الحاجة اللي تخلي فلوسه اكتر في العاملين هم حاجتين بابدء ان انها تلعب ماتشات اكتر وماتشات اقوى يعني انت بتلعب ماتشات اكتر بكتير مالي تلعبها اد اجبالوупولوحيف других المشاهد لان الاقوى بتخليك الالتاقست لتبقى هي في الاقوى , لكن في الاكتر بتخلي عندك ماتشات اكتر. فبالتالي الناس بتيجي اكتر ولكن الاقوى بتعلي الحقوق اللي بنس الموجودة لان الميبقى فيه مطش ما بين فتاعتين كبار بيبقى الاعلانات برقم تاني خالص وحقوق البس مختلفة تماما فبتلاقي ان الموضوع بيختلف في الفلوس فانت بحتاج تلعب ماتشات اكتر واقعو نقولنا حاجتين حقوق البس وقلنا الجمهور عشان نلغي حاجة من الاتنين لان اعمل هاشا ايه لازمة في حوارنا دلوقتي وهو عامل الجمهور لان الكورونا لغت وجود الجماهيل في الستادات وده مالوش دعوة بالسوبر ديج ولا الشامبينز ديج لان في الاخر اللي بياخد القرار ده هي حكومات الدول الكبيرة اللي موجودة هناك فبالتالي انت عملتوا سوبر ليجي عملتوا سوبر ليجي الجمهور مش يرجع غير في الوقت اللي الحكومة عايزها يرجع وبما ان خلاص الحتة دي تلغت فدلوقتي اللي ويفت زنقت في كورنر كده الكورنر ده ان هو مطلوب منهم ان هم يقدموا ماتشاط اكتر واقوى عشان حقوق البس لما تبقى موجودة بعيدا عن الجماهير لما كمان الجماهير ترجع ولكن حقوق البس لما تبقى موجودة تبقى حقوق بس بيجيب فلوس كتير جدا لان عندك مطلوب كتير جدا عشان تقدم كورة اكتر واقوى انت عانك شغل حلين الحل الاول فيهم وهو ان الكورة ترجع زي زمان البزنس يطلع من الكورة ودي حاجة مستحيلة انها تحصل يعني ايه بزنس يطلع بالله الكورة يعني خلاص تبقى الاندية قريبة من بعض اكيد فيه اندية قوية واندية ضعيفة ولكن عادي جدا تلاقي نادي قوي جدا جوا ايكس تلاقي بورتو نادي تقيل جدا تلاقي ان الدنيا تعرف ان اي حد ممكن يكسب اي حد طبعا الكورة ليسا فيها ان اي حد ممكن يكسب اي حد بس يبقى عامل الحظ هو العامل الاكبر مش عامل ان فيه مستويات متقربة الفلوس بقى اتعامل كبير جدا في كورة القادمة واكتر حاجة مش هحتاجة ازبقت لك ده ان اكتر حاجة بص على سامي فاينل شامبيز ديجي سانادي هتلاقي جوا منشاست سيتي وبي اجلي اللي في اخر ست سنين اندي هتعملت بالفلوس هيا حاجة ما تعبش حد ولكن الكورة عمرها ما كانت كده انديها بزنس من جوم مسكو اشتروا انديها رجال اعمال صرفوا ارقام غير عادية عاملت في الوقتين مصلوا في سامي فاينل شامبيز ديج تبص على الفرقة التالتة طبعا في ريال مدين موجودة فرقة التالتة هي تشالسي فرقة مش معتمدة على الفلوس زي الفرقة دي ولا فرقة قامت وكبرت وبقت كبيرة في ولكن قامت برضو على فلوس ومش هتكلم على ان هي قامت على فلوس لان ده موجود في انديها كتير جدا ولكن شالسي بالذات الصفل فادة اشتروا اكتر من ستة العيبة اساسيين في الفرقة ودي حاجة احنا ما بنشوفاش في الكورة كتير ده كان الحل الاولاني ودي حاجة مستحيل تحصل الحل انك تخرج بزنس من الكورة الحل التاني وهو انك تعمل بطولة اوروبية تكون البطولة دي مكوانة من لمجموعة واحدة او بالكتير مجموعتين ممكن يوصلوا لاربع مجامعة. اكتر من كده بيبقى انت ما عملتش المشكلة دي. بيبقى انت محلتش المشكلة دي, ليه تعمل كده? لانا النهاردة عشان انت تعمل مواش سي لازم المجموعة يبقى فيها موشف فرقة اكتر. عشان الموشف تكتر. يبقى كلو بيلعب كلو او كل فرقة بتلعب عدد موشف بكتر من الهتمتع رايح جاي يعني ست موشف. دي هتبقى واكتر واقوى لان هما في العالم النهو ضه فيه تقريباً ال 15فرق اللي بنكلم عليهم ممكن تحط عليهم فرقة كمان. يعني ديكلم في 16فرق ممكن يكون موجودين في العالم هما الفرقة الاقوية. لما تحطتهم على اربع مجموعة يبقى كل مجموعة فيها اربع فرق. لما تحطوا على مجموعتين يبقى كل مجموعة فيها تمان فرق. فبالتالي هتكون الهاتف كتير وماتشاط قوية جداً. هتبع عندك ماتشاط ضعيفة ولكن في نفس الوقت عندك ماتشوات قوية جدا جدا. اليوية فطلعت مقترح وهو النظام الجديد ونظام الجديد ده عبار عن بكل اختصار كده ان هو مجموعة واحدة مجموعة واحدة دي فيها كل الاندية الستة وتعاتين فريق الستة وتعاتين فريق دول كل فرقة بتلعب ضد عشر ماتشوات كل فرقة بتلعب ضد فرقة كلها قريبة من بعض في المستوى يعني انت لو فرقة كسبت او ماتش بقى معك نقط معينة مع قوتك في الدولة ابتاعك انت فرقة كبيرة بتلعب فرقة تانية فتبقى كل فرقة كبيرة تبقى بتلعب بعض فتبقى بتلعب ماتشات اكتر واقوى ولكن المقترح ده مكنش مفروق واضح انو مش عاجب النظام التاني او الده انا شخصيا شايف ان النظام ده فيه ثغرات وفي عيوب كتير جدا ولكن ده اسمه او النظام السويسري فبالتالي ده النزام الي FIFA اقتروحته وقالت انهم عايزين يلعبوا بيه من الفين اربع عشر والمقترح بصراحة اليويفا ده حل المشكلة يعني يقل اللي انتوا عايزين ده انا بعمله لك وهو لكن دلوقتي تحس ان المشكلة مشكلة كبرياء كل واحد عايز لما يتنازل يتنازل بالشياكة ما يبقاش الموضوع ان انا قلت لك كزا يبقى انا عملت كزا يبقى انا خلاص شكرا لان الحركة دي اللي هيقع منها وهيتنازل محتاج يتنازل بطريقة معينة عشان بعد كده هيبقى قيمته واسمه مش هيبقى ليه القوة اللي هو موجود فيها دلوقتي ازا كان اليويفا او صراحة المختلح اللي عندي هو منطقي اكتر بكتير عايز زاود ستة وتتاتين فرقة زاود ستة وتتاتين فرقة الاربع اللي عندي هزايد هتزاودهم ازاي هقول لك دلوقتي اصيب موضوع ده في الاخر للستة وتتاتين النادي دول هتحطوهم بدل مهمة في مجميع سوا يرى مجميع كتير هتخلي هتخليهم اربع مجميع وهيبقى ساعدة تكون المجموعة فيها اربع ماتشات كبيرة فبالتالي هيبقى عندك على الاقل عشر ماتشات تقيلة رايح جاي موجودين في المجموعة واحدة فبعناها على الاربع مجميع يبقى عندك اربعين ماتشة تقيل في السنة الواحدة في ده في دور المجموعات بس غير لما الفرقة دي تعدي وتبدأ تلاعب بعض فبالتالي ويبقى كله بيلعب كله في مجموعة ما كانت من تسعة فرق وعندك وقت انك تعمل ده هيبقى عندك كل او كل تلاتة واربع عندك ماتشات على مدار السيزن كله والاوقات تقال الاسابيع تكفي كل الماتشات دي فهتلعبوا ضد بعض طول السيزن بتبقى بتلعب الكلام ده انت كدات بتفكر حاطة الخامس سادس بتاع انجلترا حاطة توتنهام حاطة ارسنل حاطة شلسي عايز تدخر النادي الناس دي يبقى الاربع اماكني زيادة اللي هتزاودهم دول تعمل زي بطولة مصغرة زي ما بتعملها لكل الفرق الضعيفة اللي بدخلت بعد كده تعمل بطولة صغرة تحط فيها الخامس وسادس بتاع انجلترا على خمس ايطاليا على خمس اسبانيا على اربع فرق كمان يبقوا تمانية ولعبهم بطولة نوكاوت سريعة بسرعة واللي يعد فيها يروح اللي ما عديش يروح يروح ايوروبا ليه يبقى بالتالي ادت فرصة للفرق اللي تستحق ازا كما من انجلترا او من اسبانيا او من ايطاليا لانها تروح 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 يبقى دود الاربع فرق زيادة اللي انت عاملهم ويبقى منطقي جدا ممكن اكيد يبقى فيه عيوب في بتاعته في او يعني في طريق التنفيزه في كل الكلام ده طبيعي جدا هما دي شغلته من هما ينفزه ده ولكن المشكلة ده مشكلة كبيرة ايه اخر حاجة حب اقول ان بصراحة شايف ان ده مش هيتم انا من وجهة نظر فيه فغيرات كتير جدا فيه مشاكل كتيرة جدا اللعيبة مش هتوافق ان هي ما تشاهد سوفكاس عالم ويورو وتبدأ تحصل مشاكل كبيرة جدا هما مش قد القصة دي فبصراحة نحس ان الموضوع يحصل فيها تنازلات وفي الاخر ممكن يتغير مي سيزن الجاية حتى على طول لهم يتنازلوا او يشوفوا لهم حل ولكن انا متأكد عندي احساس بالنسبة كبيرة جدا جدا الموضوع السوبرليج ده شبه مستحيل انه يتم حاجة صعبة جدا ولو تم هتبقى حاجة من المعجزات اللي حصلت في العص الحديث اللي بتغير الرياضة بشكلها تماما بالذات الكرة الاوروبية لأهم كرة موجودة في الحال اخر النقطة عايز اقولها لو الاندية بتفكر الموزج يحدده به المرتبات لان المرتبات كبيرة جدا وبدأت تعلى جدا 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 لما يتحط لها سقف وتبدأ الاندية تتعامل على النظام ده هيبدأ الاندية توفر فنوس كتير جدا ولكن الارقام بتروح في حتة بعيد جدا حتى صفقات الانتقال فودي بقى فيها منطق شوي بقى فيها حزبة معينة السن العيد ده عامل ازاي بطلاته وانجازاته يبقى في طريقة انا مش عارف انا ارسمها هم اكيد هم اضرب الشغل ده ولكن لازم يكون في طريقة تقلل عن الاندية المصاريف الرهيبة اللي بتصفر الاندية اليوم من ده لي كانت حلقة سريعة عن السوبر ليج وعن المخترحات وعن افكاري وعن الايه اللي ممكن يتم من وجهة نظري لو عجبتكم الحلقة قريب تعملوا لايك وسبسكرايب اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية سلام